السلام عليكم ازايكم جميعا يارب تكونوا بخير فيه نسبة من الرجال بتعاني من نقص هرمون الزكورة وبتعاني من نقص الحيوانات المنوية وبتعاني من الخصوبة أو نقص في الخصوبة وعشان كده النهاردة هنتعرف على الأفضل المكملات الغذائية الطبيعية اللي تساعد على زيادة هرمون الزكورة بصورة طبيعية من غير أعراض جانبية ومن غير أي تفاعلات دوائية أهلا وسهلا بكم معاكم دكتورة سامية سليم استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة زميل بكلية الطب بجعمة عين شمس واستشاري تقزي على جياء يترى إيه هي المكملات دي ويترى هل في نصايح تانية مهمة جدا تساعد الرجال على زيادة وإنتاج هرمون الزكورة أول حاجة من هذه المكملات حاجة اسمها دي أسبارتيك أسد دي أسبارتيك أسد ده عبارة عن حمد أميني الحمد الأميني ده لهضور فعال في زيادة إنتاج وتكوين هرمون الزكورة وزيادة وإنتاج تكوين الحيوانات المنوية وفي نفس الوقت تحسين جودة الحيوانات المنوية وفي نفس الوقت تحسين الخصوبة وتم عمل دراسة لمدة 90 يوم على رجال لديهم نقص في عدد الحيوانات المنوية وجدوا بعد تناولهم دي أسفارتيك أسد لمدة 90 يوم وجدوا أن نسبة الحيوانات المنوية زادت من 8.2 مليون لكل ملي إلى 16.5 مليون لكل ملي ده يبين قد إيه له تأثير فعال فعلا في زيادة وإنتاج الحيوانات المنوية وتحسين خصوبة الرجال إيه هو الجرعة المناسبة؟ الجرعة المناسبة هي عبارة عن 2 ل3 جرام يوميا وهو موجود في صورة بودر يعني زي ما سحوق كده بيتضاف للميا ويتشرب ناخد فترة قد إيه 90 يوم طيب هل 90 يوم يفضل يكونوا متواصلين ولا رايح شهر ما بين كل 3 شهور يفضل إحنا أنه كنتوا تتناولوه 3 شهور ورايح شهر يترى إيه هي كمان المكملات اللي اتعامل عليها دراسات وهي لها دور فعال فعلا في زيادة وإنتاج هرمون الزكورة ورفع وتكوين الحيوانات المنوية وتحسين جودتها خلاصة عشبة طبيعية اسمها تريبيولاس تريستريس العشبة دي بتستخدم من عدة قرون في تحسين خصوبة الرجال وهي لها دور فعال فعلا في زيادة تكوين وإنتاج هرمون الزكورة وزيادة وتكوين إنتاج الحيوانات المنوية وفي نفس الوقت بتحسن الخصوبة وبتحسن الأداء الجنسي بالإضافة إلى أن هي كمان ملهاش أي أضرار ولا مضاعفات جانبية ودي حاجة كويسة اتعمل عليه دراسات كتيرة قوي منها دراسة استمرت 90 يوم على رجال لديهم نقص في عدد الحيوانات المنوية وجدوا أن الحيوانات المنوية زادت بنسبة 17% تريبيولاس تريستريس العشبة دي في منها دواء موبوط في الأسواق اسمه تريب جولد وده كابسول حلوة أو الكابسولات دي أو القرص دي تتاخد مرة واحدة في اليوم أو مرتين في اليوم على حسب مدى النقص في الحيوانات المنوية لمدة 3 شهور بتحسن فعلا عدد الحيوانات المنوية وبتحسن خصوبة الرجال تالت نوع من المكملات وهو معروف لنا كلنا هو فيتامين دال دراسات أثبتت أن في علاقة وطيضة بين نقص نسبة بيتامين دال في الدم ونقص عدد الحيوانات المنوية ونقص نسبة هرمون الزكورة في الدم مهم أو نعمل تشيك أب ونتطمع نسبة بيتامين دال في الدم والناس اللي عندهم نقص بيتامين دال حلوة أو يتناولوا مكملات بيتامين دال على حسب فحوصاتهم على حسب وزنهم على حسب ظروفهم الصحية أيضا من الحاجات الطبيعية اللي هي فعلا لها دور فعال في زيادة وإنتاج هرمون الزكورة وتعامل عليها دراسات كتيرة أو معروفة للناس كلها وهو الزين الزين له دور كبير أو في عمليات كيميائية كتير أو في الجسم ومش بس مفيد لزيادة وتكوين هرمون الزكورة ده مفيد أيضا للدماغ مفيد أيضا للعين مفيد أيضا للمناعة مفيد للجسم كله فالزين كمير الحاجات الحلوة أوي اللي هي بفعلا بتساعد على زيادة وإنتاج هرمون الزكورة وتحسين خصوبة الرجال وزيادة الحيوانات المنوية طب الجرعة المناسبة قد إيه؟ الجرعة المناسبة من 25 لـ 30 ميلي جرام يوميا ويفضل مش أي نوع زينك يفضل الزينك اللي هو مكتوب عليه كيليتد كيليتد يعني إيه؟ يعني محمول على حمد أميني يروح للمستقبلات بتاعت الخاصة به يشتغل عليها من غير ما ينقص النحاس أو يتفاعل مع أي أملاح معدنية تانية أخرى أيضا من ضمن المكملات الغذائية واللي اتعامل عليها دراسات كتير قوي الزنجبيل مكملات الزنجبيل الدراسات أثبتت أن هي لها دور فعال فزيادة وتكوين الحيوانات المنوية وزيادة وتكوين هرمون الزكورة بنسبة 17% ده لأن الزنجبيل بيحتوي على مادة مضادة لأكساد اسمها الجنجرول المادة دي بيساعد على زيادة وتكوين هرمون الزكورة وتبعيا لها بتزود الحيوانات المنوية طبعا الزنجبيل مهم جدا تناوله كمكملات للناس اللي مش بيحبوا الزنجبيل والناس اللي بتحب الزنجبيل فيه منه مشروب الزنجبيل سواء الزنجبيل الطازق وده شريحتين من الزنجبيل نضيف لهم كوباية مياه مغلية ونغطيها خمس دقيقة ونشربها أو الزنجبيل الجاف نقص معلقة صغيرة من الزنجبيل الجاف نضيف لها كوباية مياه مغلية ونشربها سواء الزنجبيل كتناوله كمشروب أو ككابسولات بيد النتيجة دي وحلو أو نضيف الزنجبيل لكل توابل الأكل اللي احنا بناكلها سواء أسماك أو لحوم أو دواجن هتفرق معنا كتير قوي في زيادة وتكوين هرمون الزكورة وزيادة عدد الحيوانات المنوية هل في نصايح تانية أخرى تساعد على رفع وزيادة وتكوين هرمون الزكورة؟ مهم جدا نظام جذائي صحي وده أنا تناولته بالتفصيل في فيديو سابق مهم جدا تجنب القلق والتوتر على قد ما نقدر لأن القلق والتوتر بيقلل من تكوين وينتاج هرمون الزكورة وتبعيا له بيقلل من تكوين وينتاج الحيوانات المنوية مهم جدا ممارسة الرياضة بانتظام الدراسات أثبتت أن ممارسة الرياضة بانتظام بتساعد على زيادة هرمون الزكورة بصورة طبيعية مهم جدا النوم فترة كافية من 6 إلى 8 ساعات دي بتساعد أيضا على زيادة وتكوين ورفع هرمون الزكورة بصورة طبيعية وتبعيا لها بتزود نسبة الحيوانات المنوية وبتحسن خصوبة الرجال مهم جدا تجنب التدخين تجنب التدخين لأن التدخين بيعمل تصلب في العوية الدموية وبيقلل الدم الواصل للدايدين سيل المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية عشان كده مهم جدا تجنب التدخين طبع التدخين له أضرار تانية على الجسم كله يفضل تجنبه نهائيا أيضا يفضل تجنب شرب الكحليات لأن أيضا لها دور فعال في تقليل نسبة هرمون الزكورة وتقليل نسبة الحيوانات المنوية وبتأثر على خصوبة الرجال مع تمنياتي بالصحة والعافية لجميع وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر